هقول لك على ثلاث خطوات تقدر تستعيد بيهم ثقتك في الصدق وتبني منهدم من هذه الثقة بعد ما يمكن جربت تكذب كذا مرة وكذب جابلك المصالح بتاعتك ونجاك من مشاكل استعيد الصدق لأنه أحد أهم أخلاق المؤمنين وأهم الأشياء اللي هتسأل عنها بينادي يا رب العالمين وإنت ما تحبش تبعث بينادي الله كذابة تحب تبقى صديقة أول خطوة هي معتقد فكرة الفكرة دي أساس علاقتنا بالخالق الفكرة دي بتقول أن الله هو اللي بيخلق التأثير في الأشياء الأشياء ليست فاعلة فالدواء لا يشفي الله اللي بيخلق الشفاء في الدواء والكلام لا يؤثر الله اللي بيخلق التأثير في الكلام استدعي العقيدة دي هي عندك على فكرة بسمرمية في قوضة قديمة في عقلك طلعها بنعني كذا لما بتقول الكذب الله اللي بيخلق التأثير في الكلام انت فاكر أنه نجاك لكن ما كانش موفق التوفيق لا يخلق مع الكذب ولو قلت الصدق انت فاكر انه هيئذيك الله هيخلق هبتك وتوفيقك مع الصدق حتى لو هتتحمل مسؤولية خطأ معين أحد الصالحين اسمه العلاق بن المنهال بيقول كان خاقان وده أحد أغنياء العرب داخل عليه الناس من العرب يسلموا عليه فشاف في واحد ضربة كده فقال له ما هذه المعركة شكلها ضربة سيف ده انت شكلك راجل جامد قوي فقال له لم تكن ضربة سيف إنما رفساني فرسي دي عند العرب عيبة إن الفرس يرفسك هو انت مش عارف تسيطر على حصانك ولا ايه فأعجب الخاقان الراجل الغني وقال لصدقه أحب إلي مما ظننت ده أنا كنت فاكرك بطل واخد سيف في وشك كده واقف على حيلك اللي انت قلته من الصدق أحب إلي مما ظننته فيك فأعظم له الجائزة أم تديه أضعاف كأنها عيبة لا مش عيبة اللي عيبة هي الكذب فأنا هقول لك الحقيقة دي خطت رفسة الفرس بتاعي الحاجة التانية اللي تعملها علشان تستعيد بناء ثقتك في الصدق إنك انت لو كذبت أو حورت شوية في الكلام ارجع لنفس المجلس وصلح كلامك ارجع أقول الصدق على فكرة دي ما يعملهاش إلا الشجعان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحروا الصدق التحر اللي بقولك عليه ده يا جماعة أنا قلت كلام مش دقيق الحقيقة كذا انت لو عملت كده هتكسر خوفك من الصدق تحروا الصدق وإن ظننتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة وتركوا الكذب وإن ظننتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة أيوة اعمل كده وجربها مرة وشوف هيتبني جواك شجاعة إزاي الحاجة الأخيرة ربانا عليها المشايخ ورقة الكذب كان يقولوا لنا كده هات ورقة طاف جيبك ما تتشالش من جيبك فيها أيام الأسبوع السبعة كل ما تكذب في هزارة تكذب في كلام تكذب في معاد تقول رايح وانت مش نوي تروح اعمل شرط وعلى آخر الأسبوع بص كويس انت كذبت كم كذبة طلعوا خمسة وعشرين ماشي حط هدف إن الأسبوع الجاي يبقوا أقل من كده النص على الأقل ويبقى ده مستهدفك وإيه كل كذبة حتى لو فيه هزارة لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نترك الكذب وإن كنت مازحا فكنا نكتب 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 ونحط أهداف لغاية ما الكذب قال جدا جدا ببركة ورقة الكذب دي وخليها كده في جيبك لعل فيها النجاة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة صديقة مش يعني بيقوله الصدق دي مرتبة الصديق اللي بعد مرتبة النبي اللي بعدها مرتبة الشهيد بعدها مرتبة الصالحين فأنت تحريك الصدق وإعادة بناء ثقتك في الصدق هيحطك في حتة تانية دنيا عند الناس وآخرة عند رب الناس ترجمة نانسي قنقر